في الأول من تشرين الأول من العام الماضي انطلقت التظاهرات في أغلب محافظات العراق ضد المفسدين الذين عاثوا في الأرض فساداً ونهب خيرات كانت تكفي لأن يعيش كل مواطن عراقي بكرامة تليق به وشعار تلك التظاهرات كانت سلمية حتى تحقيق المطالب مصالح الفاسدين والمفسدين تضررت فلم يكتفوا بسرقة المال العام وقوت الشعب العراقي بل تعد ذلك إلى القتل الموعود بالرفاهية في كل حملة انتخابية عناصر مسلحة خارج عن القانون والدولة أطلقت النار على المتظاهرين في منطقة المعقل بمحافظة البصرة تلك المحافظة القادرة على إغراق شعب العراق بالدولارات يتظاهر أبناؤها للمطالبة بتوفير فرص عمل لكسب قوتهم بالحلال إلا أن العصابات المسلحة وفرت لهم وابلا من الرصاص فقتلت أحدهم وأصابت ثلاثة بجروح ما هي إلا ساعات والقوات الأمنية تداهم مقار العصابات المشتبه بها في البصرة لتعتقل المتورطين بقتل المتظاهرين بعد صدور مذكرات قضائية بحقهم ومصادرة الأسلحة وإحالتهم إلى القضاء وبإشراف مباشرة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي قال بدوره أن المتورطين بدم العراقيين لن يناموا ليلهم والأيام المقبلة كفيلة بزج الفاسدين والمفسدين والقتل في سجون القضاء العراقية ترجمة نانسي قنقر